كان في حلاوة حلوتك كانت بزيادة عن اللزوم لا والله أبداً والله أبداً كان عندك ميرفت أمين دي أمر أمر وعندك مديحة كاملة أمراية ونجلاء نجلاء دي كانت يعني مش ممكن جمالها وبوسي وناس كتير جداً أمارات أمارات حلوين حلوين مين من الجودات بتحبهم أو الجيل الحالي كتير طبعاً أنا من معجبين منازكي أنا أحبها وأحب تمثيلها وأحب أداها وأحب من الجودات فيه بنات كتير أنت عندك ياسمين صبري زي الأمر عندك مينة شلبي أمراية فيه ناس كتير حلوين جداً جداً فيه زينة فيه ناس كتير زي الأمر أنا قاعدة قدامها يا جماعة ما شاء الله ما لنش دعو بالشاشة والإضاءة شاشة لك الحلوة بس سيفح كل حاجة حلوة لا بوسي هو الحمد لله طبعاً ده ريضة من ربنا دي نمرة واحد نمرة اتنين أنا ست طول عمري أنا مبدري أصحى بدري تايمة قلتلك ماليش في أي حاجة حتى القهوة والشاي ماليش فيهم يعني مفيش كانت أمي يا رحمة تقولي أنت أمرأة بدون مزاج ما عندي كيش مزاج حتى لنك تشرب في الجان قهوة أو نسكة فيه أو زي كل البشر العادي مفيش حاجة من دي خالص بفكر في نفسي وفي حياتي وفي بيتي وفي أهلي وفي الحوالية وفي صحابي ما عندي لش دعوة بمشاكل مش شغلة نفسك بالنفس لا 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 خالص وش عغلي يعني أنا أنا فانا أنا فانا أنا فانا أنا فانا أنا فانا أنا فانا جوايا بس إنما ما حش بقى مثلا زمانة ما كان مثلا يروح فيلم ولا بقى أهل فيلم راح يا خبر واتعصب لا 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 مراح أكبر مش بتاعي خلاص أكبر مش من ديهولي خلاص انتهى زيت طبعا بقى يعني طبعا ما فيش شك طبعا من أخد شوية فيلر شوية بوتوكس يعني زي زيت كل الناس طبعا أكيد طبعا ما عندي كيش مشكلة تقولي أي حاجة خالص لا طبعا